الآن ما دور البطارية في الدار الكهربائية؟ ذكرنا سابقاً بأن البطارية هي مصدر الطاقة في البطارية توفر البطارية عند إغلاق الدار الكهربائية فرق الجهد الذي يؤدي إلى سريان التيار الكهربائي في الدارة ذكرنا أن تعريف الجهد الكهربائي هي الطاقة التي تجعل الشحنات تتحرك إذن البطارية هي مصدر الطاقة لذلك عند إغلاق الدار الكهربائية فإنه يتولد فرق جهد يؤدي إلى سريان التيار الكهربائي في الدارة الرموز المستخدمة في رسم الدارة الكهربائية وتم ذكرها سابقاً المصباح البطارية المفتاح الأميتر وهو لقياس التيار الكهربائي كما ذكرنا الفولت ميتر لقياس الجهد الكهربائي والأسلاك نعبر عن رسم الدارة الكهربائية البسيطة بالرسم نعمل على رسم المصباح نوصله على التوالي مع الأميتر لأنه يقيس التيار الكهربائي يوصل مع البطارية والمفتاح بينما الفولت ميتر يوصل على التوازي لأنه يقيس مقدار الفرق الجهد الكهربائي في بيوتنا الأجهزة الكهربائية تقاس أو تعمل بفرق جهد مقداره 220 فولت بينما في بلدان أخرى مثل كندا على تيار كهربائي مقداره 110 فولت فإحنا لو تم إهداء إلينا جهاز كهربائي يعمل على فرق جهد كهربائي 110 نعمل على تركيب محول كهربائي يحول فرق الجهد من 110 فولت إلى 220 فولت